بسم الله مرحبا بكم معي في ميجبيا جديدا غادي ناتذره الى بطبوت بالقمح الكامل و ها سنطيفه اي شوات اللي غادي نشوفهم م واحدة بالنسبة المقادر ديال العجين غادي نحتاج 250 جرام ديال القمح الكامل غادي نحتاج 250 جرام ديال الطحين الفرص جوج معها أكبر الديال الخميرة احبيبات هنحتاج مع القصغيرة ديال الملحة مع القصغيرة مع مراش ديال السكر سنيدة. بالنسبة العجين غني نعجنوه بالماء الدافئ. غني نديرو غنوضعوه للطحين ديالنا في واحد الاناء. بها الطريقة. غني نضيفو له السكر سنيدة. الملح. ملح كيبقى على حساب الضوء. جوج مع الكبار ديال خميرة حبيبات. وغادي نخلطو العجين ديالنا بالماء الدافئ. غادي نجمع العجين ديالي بالماء به هالطريقة. وبالنسبة للطحين اه كان الطحين اللي كيشرب الماء كان الطحين اللي ما كيحتاش لما كتير يعني غادي بقى الماء على حسب الطحين اللي انتو ما مستعملين. غنضيف شوية بشوية للماء ديالي حتى نحصل على واحد العجين اللي هو متماسك بدون دلك. ما غنحتش ندلك العجين ديالي. من بعد ما جمعت العجين ديالي على هاتي الشكل غني ندليه بلاستيك غدائي. غنغطيه وغادي نحتفظ به حتى يتضاعف الحجم دياله. من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين ديالنا كي يجي على هاتي الشكل انا غنوريكم شكل دياله. غننزولو البلاستيك الغدائي. وغنوريكم القوام دياله. كتجي واحد العجين اللي غيرطيه طبعه من فوخه وسهله في التحضير. واحد البلاتو غادي ندير طحين ديال القمح باش ما يتلسقش معايا العجين ديالي. غادي نزل العجين فوق البلاتو. انا قسنت العجين على النصف باش ما يعدبنيش. انتم ويلة عندكم مساحة كافية. مش مشكلة. ممكن لكم تخدمو بي. آآ كامل. غنشكل العجين ديالي على هاتي الشكل. من بعد بمدلك غنطلق العجين. حتى نحصل على عجين مطلوق بهاتي الشكل. غادي نقطعوه. الحجم. اللي عندي. انا قدرت حجم صغير وواحد متوسط. بالنسبة للحجم كيبقى اختياري لكم. آآ كل واحدة شنو على حسب القطاع اللي متوفرة عندو في المنزل ليالو. بالنسبة لزوائد ديال العجين غادي نزولهم هاتي الشكل وغادي نحتفظ بيهم. والعجين اللي والبطوط اللي صايبت غادي نحتفظ بيه حتى يرتاح على ما نوجد باقي العجين. انا باو الزوائد ديال العجين ندرتون فلاستيك غدائي. وغادي ناخد القسم الثاني ديال العجين اللي احتفظت به من قبل. غادي نشكلو بنفس الطريقة. وغادي نطلقو بالمدلك. من بعد غادي نقطعو. على الشكل. تالي اللي غاني نوريه اللي يكون دابا. كما شفتوا معايا هادا تحاجم كبر. هاد الحاجم ديال البطوط يمكن نستعمله في اوكلاس واحدة اخرين. يعني يعني ما غاديش ندير بيه الحشوة اللي غادي نوريكم دابا بعد قليل. يعني هاد البطوط اللي غادي نطيب غا نستعمله في حاجات اخرين. في مقلة اللي سخنت من قبل. غادي نزل البطوط ديالي. ونخليه حتي طيب من هاد الجيهة. ومن بعد ما كي تنفخ معايا من هاد الجيهة اللي وضعتو عليها. كنا عاود نقلبهم ديال جيهة الاخرى قبل ما يتحمروا. غا نستمر حتى نقلب البطوط ديالي كامل. ومنين يتحمر من الجيهة غا نعاود نقلبه على جيهة الاخرى حتى يتحمر بعدها. بغادي ندوز معاكم ناخدوا معاكم المقادر ديال الحشوات. حشوات الحشوات اللي غا ندروها بالطون. غا نحتاجوا لهالطون بيضاء حكيناها على هاد الشكل. عدنا قطع ديك الرومي المدخن قطعتهم قطع صغيرة. عدنا زيتون اسود تهو مقطع. عدنا المورتادلة مبشورة. عدنا الفورماج تهو اللي مبشور. فورماج احمر. عدنا المايونيز. والخص اللي من بعد غا نوريكم انني غا نقطعه معاكم قطاع صغيرة. ده بغا ندوزوا من هذه الحشوة الاولى. غا ندوزوا الحشوة الثانية اللي غا نوريكم المقادر ديالها. اللي غا نستعملوا فيها قطع الديك الرومي. اللي غا نوريكم تتبيلة ديالهم. بالنسبة القطع الديك الرومي غا نحتاجوا ميتين وخمسين قرام. غا نحتاجوا الفورماج المبشور. غا نحتاجوا. اه شي صوص ديال ما طيشة اللي تكون متوفرة عندكم اه واجدة. اه الحار. ثلاثة الصوص ديال التوم. اه القلب ديال. اه حامض مرقد. هو اللي غا نستعملوه. اه معلقة كبيرة ديال الزبدة. بالنسبة للتوابل. لدينا الملح. الابزار. والكامون. غا نوريكم البطبوت اللي كبيرين اللي وريتكم من بعد. البطبوت اللي كنا قطعنا صغير. اه هنا غا نخليهم. هما بدوك يتحمروا معايا. من بعد ما تتحمر معايا البطبوت اللي كنا صيبنا. في الول ديال الفيديو. دبا في مقلقة غني ندير معلقة كبيرة ديال الزبدة. غنخليها حتى الدوب. غني نضيف لها القطع ديال ديك الرومي. غنخليهم زيان في الزبدة. وغني نستمر في التحريك حتى يطيبوا معايا. من بعد غني نضيف لهم توم. ثلاثة الفصوص ديال توم اللي غادي نحكوهم. على هذا الشكل. غادي نضيفهم من بعد المقلقة ديالي. غنستمر في التحريك حتى يطيب معايا. ولا تقلى لنا توم ديالنا. من بعد ما غادي تقلى توم ديالنا. غادي نضيفوا توابل اللي غا نحتاجوا فيها الكامون. الإبزار. والملح. غادي نقطع القلب ديال الحامض مرقدها لها الطريقة. وغادي نضيفوا المقلقة. ديالي غادي نحركها مزيان. الى اه ديك الروم يطلق لكم الماء ما تخافوا منه ما والون. يعني غا تبقوا تستمروا في التحريك. وانتم ما كتضيفوا التوابل وكتضيفوا المكونات الخرى. را غا يبقى غادي وكي نشف معاكم. غادي نضيف اه معجون ديال الحار. والليلة كانت عندكم السودانية بحل بحل. غا نضيفها المعادة تحريك. اه نسيت واحد المكوين اللي هو الزعتر. ما دفتوش من المقادر. ولكن غا تلقاوه في صندوق الوصف. المقادر مضبوطة كاملة غادي تلقاها في صندوق الوصف. غادي نستمر انا في التحريك. حتى اه تقلة معايا المقلقة ديالي وتنشف على هات الشكل. اه منعوش لكم الزعتر كيعطيه واحد الماداق اللي لديده رائع. غا ندو زودابا نصيبو اه الخاص اللي قطعناها على هات الشكل. باش نعمرو البطبوت ديالنا. غا نبدو بالوصفة اللولة اللي هي ديال الطون. غادي ندهن البطبوت ديالي بمايوناز هو اللول. غادي نضيف. الخص على هات الشكل. مورتا ديلا. قطع ديال ديك الرومي المدخن. من بعد غادي نزيد طون. زيتون الاسود. البيض. والفرماج الاحمر. غا نستمر بنفس الطريقة حتى نعمر آآ البطبوت ديالي كامل. أنا غا نعود معكم طريقة ديال البطبوت يعني غادي نستمر بنفس الطريقة. يعني حتى كنعمر آآ البطبيطات ديالي كاملين اللي غادي ندير هون بهاد الوصفة. يعني كن نستمر بنادرت مورتا ديلا غادي ندير الخاص. باش ما بديتو غا أنا آخر حاجة كنت ندير هي الفرماج الاحمر باش ما كي باش ما كي يتحلوش معايا ما حتى حاجة يعني ذاك الفرماج الاحمر كي سدهم. يعني غا نستمر بنفس طريقة حتى نسالي البطبوت ديالي بهاد الوصفة اللي درناها بطون. فيها مجموعة ديال مكونات اللي لديدة وكتعطي الواحد كيكون في البطبوت واحد الطعم اللي رائع و لديد. من بعد غادي ندير باش نوجد معاكم الوصفة التانية وللحشوة التانية اللي غادي نديروا فيها. آآ لصوص اللي ديال الطماطم اللي عندنا واجدة. وغادي ندير نضيف عليه القطع ديال الدك الرومي اللي وجدنا بهاد الشكل. وغا نضيف الجبن. الاخير. حتى هاد الحشوة كتجي رائعة و لديدة. دك الزعتر كيعطيها واحد المدق رائع و لديد. غا نعود معاكم الطريقة ديال التحضير كندير. ديال الطماطم بهاد الشكل كندير قطع ديال الدك الرومي و كنضيف الجبن. هادي بسيطة وسهلة. من بعد كنحصلوا على هاد النتيجة اللي البطبط ديالنا وجوج حشوات رائعين. وبطبط اللي رطب و صحي و لديد بزاف. كنتمنى انكم جربوا هاد الوصفة. و جربوا هاد الحشوات اللي رائعين. اه انا شاركتهم معكم. ما بقى لي الا نقول لكم. سلام عليكم. اشتركوا في القناة